أنا أريد أن أدين وأستنكر وأشجب بأقوى عبارات الإدانة والاستنكار القضية اللا أخلاقية والوقحة حقيقة الخطوة الوقحة في فبركة فيلم أو تقرير من قبل قناة اشتراها السيد المالكي ونحن نعرف 99% ما شاء الله من القنوات اشتراها السيد المالكي فهذه المؤسسة للألامية تم شراءها من قبل الحزب الحاكم وتيديرها علي الموسى وهذا موجود الآن على كل المواقع والقاس والدان يعرف هذه الحقيقة وللأسف خضعت ابتزت واشتروها بأموال الحزب الحاكم أموال الشعب العراقي والحزب الحاكم من ألا أموال أموال الشعب العراقي وبالتالي خضعت لأجنداته ففبركة ملف دنيئ جدا يسيء لمقام المرجعية الشريفة ويسيء لحرائر العراق حرائر النجفيات وكذلك يسيء إلى مقام المراقد المقدسة والمدن المقدسة وهنا أنا أريد أنه بين الملاحظات التالية أولا أقول ليش هذا الوقت بالذات هذا الوقت بالذات يثار هذا الموضوع الحساس من على هذه الفضائية ليش ألموا شنو على مود الولاية الثالثة لأن انتقدكم المرجع سماحة الشيخ بشير النجفي لأن حرموا انتخاب السيد المالكي لأتفبركوا لملفه لأن ما تقدرون تستبعدوا من خلال المفوضية غير مستقلة للانتخابات بالتالي فبركوا لملف للعلم هذا أول ملف لأن البارحة أنا شفت فيه شريط الإخباري على نفس الفضائية على نفس الفضائية أنه القبض على زائر باكستاني زائر باكستاني وهذا الزائر ينتحل صفة موظف الأمم المتحدة ويأخذها موالي من المسؤولين وأنا أقول هالفضائية خلأ تغير اسمها وتغير اللوغو مالتها تسمي أخبار الزوار الباكستانيين يعني راح يكون ما عدا شغل وعمل بس الشونش سقط والشوه سمعت الزوار القضية الثانية أنا أقول ليش بالذات الزوار الباكستانيين ليش النجف الأشرف خير من الله زوار من جميع الجنسيات فليش الزوار الباكستانيين بالذات لأنه هذه قضية واضحة وألاعبهم مكشوق الحوزة تستقبل طلبة بكل العالم سمحت شر هذا حقيقة تاريخية أنه انتقد السيد المالكي نعم طول عمرها الحوزة القضية الأخرى أستاذ أنور يعني وصلت بيهم الدناءة والوقاحة أنه يتجرؤون ويشوهون سمعة ويسقطون سمعة الزوار الإمام علي بن بي طالب عليه السلام أمير المؤمنين ما كفى السيد المالك يطلع لنا وبعد ولايتين يقول المرقد أنا ترى ما موفر لحماية في أي لحظة ممكن يستهدفن العرابين لا يبدون يشوهون ويسقطون سمعة الزوار يعني من أجل الولاية الثالثة ويشوهون سمعة المراقد المقدسة وسمعة زوار أمير المؤمن وقدسية هذه المراقد وقدسية شرف الحرائر إلى هذا المستوى ناس يشوهون سمعة بصمعة النساء في الموصل العزيزة وناس يسقط بصمعة النساء في النجف الأشرف فالقضية الأخرى هذا التشويه واضح جدا لكن أنا أقول لها يعني من نحن نطلع ملفات فسادهم بالبغداد يقولون هذا التشويه وتسقيط لكن من يسقطون بصمعة زوار الإمام أمير المؤمنين علي بن بي طالب عليه السلام هذا ما يصير التشويه وتسقيط على الفضائيات بالشرف صارت إلى هذا المستوى وصلته على مود الكرسي الحكوم قضية الأخرى المهمة اللي أحب أن أطرحها يعني هم ذول اللي من تبركوا هذا الملف وطلعوا هذا التقرير المنحب أجلك الله هذا التقرير خلوا في بالهم يعني شوفوا التخبط بالسياسة الخارجية خلوا في بالهم شيء خطير جدا إنه اليوم شن راح يكون رد فعل دولة الباكستان أزاء العراق يعني يضعون العراق في موقف محرج جدا دوليا ليش فقط على مود الولاية الثالثة والحكم ويعني شل سوى الباكستان اليوم من تسمع إنه يتم تشويه وتسقيط زوارها شل سوى الباكستان من تسمع هاي القضية المثارة عليهم من حق اليوم تطح تجاجات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها والتالي ممكن حتى تنفرض علينا عقوبات خلوا هذا الموضوع لبالهم لو بعد خلاص عموا صموا أمهم بكموا فهم لا يفطهون فلهم إنهم كل أنعام بل أضل سبيله كل اللي يتمون بشون الكرسي الحكم شون ولاية الثالثة يا أخي شون اللي سويت النابل ولاية تريد ولاية الثالثة زين أنت إذا حريص آني هاي أقولها وخليسمعني الشعب العراقي وخليسمعني العالم اللوم إذا أنت حريص على صمعة العراقيات يا أخي موجبنانك تقرير موآني بنفس دزية الكياء تقرير موآني كاتب تكاتف الإدعاء العام العراقي تقرير مهم جدا حول انتهاكات خطيرة وبالأسماء في داخل السجون وبالمناسبة النساء ما يقولون من طائفة واحدة لا من الطائفتين هم خليل يرتاحون هاي أول مرة أقولها من الطائفتين سنيات الشعيات وانتهاكات للعراف في داخل السجون مدزينا لك الادعاء العام أثبت هناك انتهاكات هو بالأسماء بالمناسبة هذا من أثناء يغلق لأن هذا بأسماء وهذا الادعاء العام هو الذي يشرف عليه بس للتاريخ بس للتاريخ للتاريخ الضباط الذين انتهتوا عراض العراقية للتذكير بعد ما انت حضرتش طلعتي انت رحت ويا سيد جعفر الموسوي سياد القاضي جعفر الموسوي قدمت التقرير فطلعت بستوديو التاسع بعد شبه ربع ساعة في وقتها بعد شبه ربع ساعة طلعت الرفيقة على نفس القناة قالت انه هذا القناة يعني قصد البغدادية وهذا البرنامج وحضرتش تشوهون سماعة العراقيات اذا تتذكرين يعني للتاريخ نذكر الرفيقة حلان هذا اللي حتش اتطبقتها على نفس القناة الآن احنا اولا ان دا زينا ملف احنا دا زينا ملف دا زينا ملف سري وشخصي وفتح بالذات لكن هسا من يشوه سمعة العراقيات سمعة الزوار سمعة المناطق المقدسة المدن المقدسة زين انت ليش رايحنا الناجف تدور موان انطيتك صورة الضابط ابو كاركوشة تذكروه هذا لا تنسوا الضابط ابو كاركوشة موانطيتك اياها قتلك دروح دور بالخضراء شوف ايش داي صير ملتهين بالليال الحمراء وعايفين الشعب يتفجر وبدال ما عاش قتلي قتلك علاءنا الدكتورة مهدوري اليوم هذا ملفك يمي روح انت بدال لواء صرت فريق حتى لو ماكو درجة انت فريق وبالتالي ملفك يمي هذا اليوم النور المال هذا كان رتبتا فريق اللواء وصار فريق يقصو في مدن هذا ش رح يسو ابو كاركوشة شارتبتا لواء وصار فريق يا فاسد نقول لعلي فريق نقول لعلي كرمة فريق نعم فريق بدون منصب هماتين لان ماكو مناصب فهو انطاع فريق هاي بالمناسبة للاسف جيشنا الباصل يصير بها كدنا معلوم قضية الاخرى اللي انا احبب انا اوجه